هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع عقدي الشراكة جديدين لإدارة وتشغيل فندقين بالقهرة وبمجب عقدي الشراكة تقوم مجموعة هيلتون بإدارة وتشغيل فندقين بالقهرة الأول بمنطقة أبراج مسلس مسبيرو وثاني بمنطقة سور مجر العيون وأشهد مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين بمنطقتين كانت في الماضي عشوائيتين ومسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتح السيسي كانت له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق تلك المناطق التي تحولت بفضل هذه الجهود لمناطق حضرية متميزة مشيرا إلى أن تجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المخططة أصبحت مثار فخر للمصريين